طيب الفيديو هذا مهم لكل شخص يستخدم جهاز في العالم جهاز آيفون لابتوب آيباد تابلوت كل شيء أشخاص سألوني جهازي يسخن جهازي يصبح بطيق جهازي نسبة نزلت بسرعة جهازي دي الأشياء كلها مسببات كثيرة كبداية لازم تعرف أن الآيباد حقك أو الجهاز حقك انت شو اللي شابك عليه مثلا بعض الأشخاص نشوف معاكم هنا بعض الأشخاص تشوفون مشغل الخيارات دي لكلهم طيب انت تستخدم ليردروب لا طفة طيب انت تستخدم البتوث لا طفة طيب انت تستخدم الواي فاي اوكي انت ليش تتشق الواي فاي والبيانات لازم تطفي واحد منهم هذا أول حاجة في أشياء ثانية كثيرة برضو رح نتكلم لهم جدا يجي لي شخص يقول لي جهازي يسخن طيب ليش انش اللي تسوي يعني لازم لازم أنا أسأل للوقت كله ما بفاضي هذا الحق لهذا الشيء آسف فلازم انك انت من نفسك لازم تسوي فيديو عشان الناس كلهم يفهمون كبداية الجهاز في أشياء كثيرة تصرف من الجهاز أول حاجة تركيب الشاحن رح يسخن الجهاز اذا كنت تستخدمه ما بولك لا تستخدم لابتوب او الجوالك في الشاحن او اي جهاز لكن حضرته بالشاحن لا تلعب بابجي لا تلعب بابجي انت ترفع حرارة الجهاز و برضه المعالج تستخدم فيه أشياء قوية فالردي يسخن يسخن زيادة قبل ما رح تخلي كل جهازة ما رح تخليهم يعني يسخنون وذي يسخن فرح ينفجر الجهاز عندك فشي طبيعي الجهاز رح يقل الأداءة يقل الأداءة في الاستخدام لين يا برد وارجع مرة ثانية ومن orden شي سخد résult الجهاز رح تأثر على البطارية تأثر على عمور البطارية وتأثر على نسبة البطارية وطابة على كلشية في الحياة فشي طبيعي وبرضه الشي القوي الشي اللي أثر على الجهاز هو الله على huh بفتح اللوكيشن ليأثر بقوة على الجهاز لو تفتح سناب شات احيانا أشخاص كثير يفتحون السناب شات والجهاز يسخن عندهم يعني يكلم يقول يولوا чет يسخن فتحوا سناب شات وحط في الشاحنه وهو برضو في سناب شات مشكل تحديد الموقع وما يدر نفس الناس يعني مسكله سناب شات وعدي شحن مشكل تحديد الموقع والكاميرا سناب شات مشتغلة والمايك شغال اشتبي في الجهاز انت استخدمت اللي في الجهاز كلش باقي باقي بس شنو بلتوث انترو دي شابك او الانترنت موارد الجهاز كلها استخدامتها ولا وجرس تشحنة لازم يسخن لازم يتأثر بطارية لازم يخترب بطارية لازم النسبة تغل فانت لازم تتحكم في الاشياء ولازم تتحكم برضو في البرامج للشطاب الخلفية راح اشرح لكم احين كل اشياء دي وكيف تتحكمهم فيها انتو طيب كبداية اول حاجة جهازك رجاء جهازك يسخن مدري الاشياء دي كلها لازم يخشل على الدات عام انزل تحت اعادة تعيين سو اعادة تعيين جميع العددات مش مسح اعادة تعيين جميع العددات راح يقول لك هنا سيتم عادة تعيين لان يتم حذف اي بينات او وساط والله مليت وانا كل اقولها اتوقع انتو برضو مليت وانا كل اعيدها ماري حذف اي شي حذف الوراق الحاط لحق الجهاز يحذف الرقم السري ويدخول الجهاز يحذف الرقم السري لحق الويرس بس جهازك ترتيب البرامج عندك الواتساب ومحادثات كل شي موجود هذا الشيء لازم تسوي كل مرة تحدث جهازك ويضا يحذف جهازك من البلءم يس خل وجهازك لازم تذيتهم الناديون مع التحديثات, يجب أتحدث الجهاز عالمك و solo إذا أحدث الجهاز عالمك يجب أنك تحدث على البرامج يجب أن تحدث عليك فcilلwd البرامج يحدث على هذه المادي L80 كل يومล cc يجب أن يكون المل噜ounding قادمين يأخذ العндonne تحدثوا أشياء تعديل حق البرنامج برنامج يصرف بطارية لبرنامج الأشياء كله تحديث من هذا الأشياء طيب خلصت من الأشياء نجي أحين لحق تحديد الموقع يصرف بطارية قوي تحت الموقع وصلنا تطلع السهم عندك هنا في تحديد الموقع أو السهم هنا لحق تحديد الموقع فكيف نعرف تحديد الموقع اللي عندنا والبرامج اللي تستخدم حتى الموقع نخش العددات نروح لخصية خدمات المواقع شفتوها ضغطوا عليها تشوفون البرامج اللي هنا اللي قالين يحدون الموقع مثلا اليوتيوب ليش تبي تحدد موقعك ما تبي تسوي لها مطلقا خلاص ما ما يسوي تحدد الموقع التقس أثناء الاستخدام إذا فتحت البرنامج تسوي تحدد الموقع تطلع من خلاص طيب أبستور كيفك أنت سناب شات إذا أنت ما تستخدم سناب شات ما تستخدم مثلا الخرايط و سناب شات لأشياء دي كلها طفة ما لا تعب نفسك ليش تخلي سناب شات تشكلت عن الموقع يأثر قوي على الجهاز يأثر واجد فلازم تطفين طبعا ما نصح نكم تطفون تحديد الموقع كامل لأن مثلا نقدر الله نسرق جهازك كيف بتحثير عليه ببرنامج فايند ماي أو العثور على الأجهزة أو عثور تحديد الموقع هذا البرنامج فالأفضل أنك تطفي بس البرامج اللي ما تبيه طبعا تتحكم أنت هنا بكيفك المايكروفون إذا كنتم تستخدم مثلا في اليوتيوب أو سناب شات اللي ما تصور مثلا أبد طف المايكروفون طف الكاميرا طف يعني الأشياء اللي ما تستخدمها ليش مشكل لها ليش معطيها أذون إذا أنت سناب شات بس تشوف الناس ما تكلمهم ما تسوي دردشة بالمايك ما ترسل صور طف الأشياء دي تريح جهازك أنت ولا تعطيه مدون وحماية لك برضو أفضل فالخصية لازم تحكم فيها أهم شي أنا عندي هذا والكاميرا يمكن على حسب البرامج لتستخدمها طيب نرجع الأشياء الثانية برضو نخش العديدات مرة ثانية عام نشوف هنا بعض البرامج بدلا تصير عندك البرنامج أنت فيه فيه ثقل فيه أشياء أحدهم البرنامج رجع حاملة سناب شات سناب شات بليز يعني أكثر البرامج في سناب شات والأشياء دي لأخش العديدات أضغط هنا ننزل آخر شي سوى مسح الذاكرة سوى رفرش لحقي الجهاز حقيك تسجيل أحده في البرنامج في عندك مشكلة في البرنامج حذف ورجع حملة لا تحذف من تلقائي لتخلي الضغط ويهز لا أخش هنا وحذف البرنامج عندك من هنا خلي طلع المساحة التخزين ويطعون لك البرامج حقين يكنوا حذفوا منه يعني اعتبرت كان حذف من الجذور عشان حذف البرنامج كامل من عندك تضع برنامج أضغط حذف وعمل حذف كذا على طول كامل طيب الأشياء الثانية مثل ما قلت لكم برامج تحديد التطبيقات في الخ هذي ضروري 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 جهازك ما لداعي البرامج مثلا من الاختصارات ليش يشتغل في الخلفية ليش إذا اطلقت منه يتم شقال في الخلفية ليش ليش يخلي شقال في الخلفية طفي طفي طف في البرامج كلهم اللي ما تحتاج unstقال في الخلفية انت جرب لا تسألني تقولي برنامج طفهم كله حتى سناب شات طفهم كلهم إذا حسيت بفرق طفهم انت تعلم طفهم كلهم وطلعت طيب إذا سناب شات مثلا شفت ما جاءك شعرات ولا شيء ارجع شغلة انت بكيفك انت تعلم يعني طف هذا وشوف جرب بعد يومين ثلاثيهم حسيت بفرق في أداء البرنامج يعني ونطلع برا ولا لا انت تعلم يعني تقدر تخليهم هنا مثلا على الواي فاي تقدر تخليهم متوقف على الكل ما يحتاج تشتغل البرامج الخفيف ولا في أي شيء أو تبيهم بس الشبكة الخوية ولا واي فاي ولا بس واي فاي بكيفك انت تحكم كل شيء من هنا دي لازم البرامج الخفيفي لازم تتحكمون فيه بلازم يعني تشتغلون على البرنامج هذا أو الخيار هذا برضو البرامج رجاء البرامج لتسكرهم ترى أبل مبغبية ليش ما بحطتك زر نفس الاجهزة الثانية أبل مبغبية الرام في الجهاز في الايفون ما رح يتأثر فتح البرامج الكثيرا الجهاز الايفون أو نظام لا يؤس ذكي أكثر من الجهزة الثانية يعني في كيف يتعامل مع الرام انت بالعكس في أبل أبل صوت فيديو في اليوتيوب من زمان فتحت لكم موقع أبل وفتحت لكم الأشياء وحددت عليها ومكتوب ان لا تسكر البرامج في الخلفية انت سكرت البرامج في الخلفية تأثر على الجهاز وأداء الجهاز ليش قولكم نحن الحركة انت البرامج حقك فاتحة طلعت من ما رح يصرف يولي كذا خلاص انت لا إذا سكرتها من الخلفية سكرتها كذا شي تسوي انت نحن سكرتها عادي بس إذا ترجع تفتحها رجوع فتح البرامج من البداية هذا يأثري يبيه لها طاقة قوية عشان يرجع يجيب لك البرامج مرة ثانية فخلي البرامج وره يعني قبل تقدر تحطك زور ما حطتها لك هنا خلاص البرامج زيلي يعني لو ترجع بحق برنامج غديم هذا برنامج هل فاتح لا لو بضغط عليه بتشوف يفتح من البداية شوفوا حين مفتوح الايفون مفتوح موقع ثاني بضغط عليه بتشوف يفتح من البداية مسكها أبل إذا الجهاز إحتاج رام راح يسكر البرامج القديمة ما لك شغل أبل النظام حقها مش يعني مش معتمد على الرام كثير ليش هل الايفون مثلا ثلاثة رام أربعة رام ويشتغل ممتاز لنا الرامات فأبل فجهزة أبل وسلي النظام نفسه مش معتمد كثير على الرام معتمد على المعالج أبل نظام حقها مسويته كذا بخلي الرام يشتغل عليه خفيف كل أداء الجهاز وقوة الجهاز كلها على المعالج مش نفس الأنظمة الثانية فرجاء لا تسكر ديلي ترى يأثر على البطارية فأتوقع هذه كل الأشياء فأستخدم جهازك طبيعي وقت الشيء حنحطه يشحن تستخدم استخدام خفيف لا تخلي يأثر على الأشياء أو تستخدم لعبة مثلا وما قاعد يشحن نازم يسخن يسخن راح يقل تلكم الأشياء ذي كلها فأتمنى الأشياء ذي تعودن عليه لا تسكر بعمجك جهازك طفيك تطفية كاملة الزرين كذا واسحة بالشاشة طفي وشغلة يعادل تشغيل حق الجهاز على الأقل في الأسبوع مرة وقت تشغيل الجهاز الجهاز يرتب النظام يرتب الملفات هذه الأشياء مش لازم بس جوالك حتى لايباد حتى اللابتوب أي جهاز بالعالم لازم تطفي وتشغله هذا حل من حلول أحيانا بعض المشاكل جهازك مع عمرك طفيته طفه وشغله بعض أحيانا تنحل المشاكل فأرجاء على الأقل الأسبوع طف جهازك وشغله إذا أنت في مكان مثلا الأبراج غليلة لأن كلما يقل الأبراج مثلا مثلا بار واحد بار واحد الجهاز نفسه رح يحاول ويسرف بطارية زيادة أن يريد يشوف حل يرجع الريسيبشن أو السيغنال في حق الجهاز نفسه فإذا كان عندك شبكة بار واحد ومتسخدم جهاز تقرى تشغله الطيران إذا كان ناقص بار واحد إذا كان بار واحد ومتعايش في مكان ترى بار واحد ترى يأثر على الجهاز وأداء الجهاز الجهاز قوته تماتك يصرف قوة كثير عشان يريد سيغنال أو يجيب شبكة يقوي الشبكة فأنت بس فكر فيها فكر في الأشياء اللي مشبوكة في الجهاز فكر في الشبكة اللي تطلع من الجهاز فكر في أدوات الجهاز يعني الأشياء اللي مركبه الجهاز في كاميرا في سبيكر في مايك في بلوتوث في جي بي اس في داتا شريحة في تحديد موقع الأشياء هذه ترى تأثر على الجهاز وسخونة الجهاز فالأشياء هذه نتفكر فيها البرنامج اللي فتحها نحن هذا شي اللي واصف في الخصصية شي اللي ما أخذ منهم كم أذون كم إذن ما أخذ من الجهاز ماحتاج ذلك إذن أطف فيه ماحتاج ذلك إذن أطف فيها فأنت بكيفك طف في المايك طف في الكاميرا طف في تحديد الموقع طف في البرامج تشتغل في الخلفية أنت بس فكر في الجهاز والأشياء اللي جلس يخذهم أو قاعد يتصر بطارية هذه الأشياء القوية الجبي اس أقواشة برضو تحت تبدأ لك بالخطوات لحق الأشياء فإن شاء الله فهمتها وفاتكم بالفيديو فاتكم كل شي ولا تنسوا مثل ما قلتكم على الطبط المصنع حق الجهاز حدث جهازك أول بول حدث البرامج أول بول طبط الجهاز بشكل على الأقل في الأسبوع مرة السلام عليكم